الصالحة راحة والكذب حبله قصير ودايما يوصلنا لطريق مسدود اكيد الناس اللي يختاروا هاد الواسيلة باش يخبوا ضعف تيحهم ولا اي حاجة تكون مش مليحة ولا هوا ما يشوفوها مش يمليحة فيهم الحكاية اليوم حكاية نعيمة من ولاية ام البواقي نعيمة حكايتها جد مؤثرة وفيها عبرة كبيرة لكم ان شاء الله تسمعوها للاخير وتستفادوا السلام عليكم شيريت كيراكم دارين ان شاء الله هناكم غاية ومهنين وفرحانين تموقع العيلة تاكم مرحبا بكم في فيديو جديد وحكاية جديدة الحكاية اليوم كما شفتوا في بداية الفيديو حكاية نعيمة بغت تحكي لكم حكايتها باش تاخدوا منها العبرة وفي نفس الوقت عندها طالب باغية تطلبها منكم نتمنى معكم تشوفوا الحكاية او تسمعوا الحكاية للاخير وما تنسوش تبارتاجوها وتديروا لي جام واللي يدخلوا معنا جدد نقولكم مرحبا بيكم شرفتوني ونورتوني ويلا شيريت نبدأوا الحكاية تعنا على بركة الله تقول نعيمة في عمري 36 سنة مخطوبة في عام ونص كي كان في عمري 18 سنة مات ابويا وبعدها بعشر سنين زادت مات التمى وقعدت في دارنا انا واختي بعد عامين تلت سنين تزوجت اختي وقعدت الدار خاوية جا خويا الكبير قال لي انا نسكن معاك باش ما تقعدش الدار خاوية وقاع راكم تعارفوا مشي جاية يخلوني ساكنة وحدي زاد خويا واخد اخر كان كاري ومغبون قال له تاني انا نجي نسكن معاكم ما نقري كي كانت هما حية وابويا حي قاع ما كانوش يجو عدنا وما بغاوش يستكنو معانا يعني يتحملوا الكريا وما بغاوش يتحملوا العيشة مع اما وابويا لا علينا جاو يستكنو معانا شهر اللول نورمان شهر الزاوج ولو انسى خاوتي يحرشوا علي يا خاوتي راهي ما تقضيش راهي يضلي يقدع وزادوا ولو يحرشوهم ويقولوا لهم راهي تهدر في التليفون هذا رقاع مش يمليحة يعني يقضفوني في شرافي هنا يا ولي تنروع عند خواتاتي الكبارات بس اخواتاتي ولاو ما يحملونيش نقعد عندهم كين الحكسي مانا ولاو يقولوا لي رجعي للدار شراهم قاعدك عدنا ورجالتنا ما يبغوش وكنت ندابز انا ولادهم حتى بنا تختي وكانوا يديروا لي المشاكل وليتنرجع للدار ونتحمل الظلم تاع انسى خاوتي وكنت نروح عند عماتي ونقعد نشكيلهم عند كوشة صاريفية وقاع هما كانوا يقولوا لي تزوجي وانا يا مانيش عارفة علاش ما كانتش الفكرة تاع الزواج في راسي بالصح بديتنخمم يعني عماتي دخلوا لي هذيك الفكرة في راسي وحتى اخواتاتي قاعدوا يقولوا لي انتي لازم تتزوجي وتديري دار وتتهني من هاد المشاكل وقعدت نقارع المكتوبة دوك يجيني مكتوبة دوك يجيني مكتوبة حتى اللي وصلت لثمانية وعشرين سنة مكاش اللي اخطبني يعني المكتوب تعربي ما زال ملحقش لا علينا انا عندي واحدة الخلصة مخليها لي بويه لو لا كنت قسمتها انا واما وكيما تتمى هذيك الخلصة وليت لي وحدي وقعدت على هذك الحال نخلص في دراهمي ولم في روحي وجهازي ونقارع المكتوبة بل صح ما كانش اللي اخطبني كاي اللي كانوا يهضروا برا يقولون جونو خطبوه بل صح ما جاتا واحد حتى اللي انحكت العمر ربعة وثلاثين سنة وستة شهر بالضبط رحت نخرج في دراهمي في البوشطة بل صح انا ما نعرفش نعمر هادوك الكواغات وليش يا كوغا ردتني هذيك اللي تخدم في العماري قالت لي روحي عمري وراقي وارواحي قعدت نشوف هاكوها حتى جا عندي واحد انسان يباني مثقف محترم شباب ما شاء الله قال لي ركي بغي نعمر لك الورقة وقلت له هواه ماذا بك قعد يضحك معي وضحكت معاه وعمر لي الورقة وخرج ايانا ما ديت هاش زعمك يضحك معي وقع قلت نورمال رحت خرجت دراهمي وخرجت من البوشطة تخيلوا الشيرات القيتها عند الباب يقارعلي عند الباب البوشطة وقفوا ويدحك ويقارعلي ايام بعدها قعدت نتمشى جا عندي وعطاني النيميرو على التليفون قلت له وين تعرفني حتى تمدلي في النيميرو ما نهضرش معاك قال لي اللا حنبوك اختيش ادي عليا راني بغي نهضر معاك في حاجات احخير ايانا فرحت بزاف قلت باينا هدا راه بغي يخطبني معي تلاش نهار الاول معي تلاش نهار الزاوج حتى لنهار الثالث عيت له بالماسكي وسبحان الله في اللولا اللي قلت له قاله قال لي راني نقارعلك في يومين علش ما عايتتيش تمه كي قال لي كيما هاك قلت الحمدول له باينا باللي مشي خلاط ويداللي يهدرم عنسة الفايدة عجبتني بزاف عقليته وقعدنا نهضرو في التليفون حوالي خمس يام ولا ست يام بالصح ما كناش نطولو نعيط له خمس دقايق ست دقايق ونكوبي خاطرش انسى خاوتي وخاوتي قعدوا ع السوفية دايري نعلية حراسة مشدادة حتى الوحد النهار كنت قاعدة وحدي عيط لي وكانت فرصة ممتازة باش نهضرو مع بعض ونتعارفو خاطرش انا ما نخرش مدار باش نقولو نتلقى معاه في كاشصالون دوتية ولا ونقعدو نهضرو يعني ما كانش ماجال قلت له يعني خد راح تكليو ما راني قاعدة وحدي نهضرو نتعارفو اول حاجة سقسيته قلت له شعال في عمرك وهنا نزل علي الجواب كالصاعيقة قل لي في عمري 29 سنة وانا في ذاك الوقت كان في عمري 34 بالصح قاع ما يعطونيش هذك اللاج حتى ما الله يرحمها واخواتاتي ما يبانش عليهم الكبر يعني تقدروا تصغرونا ست سنين سبع سنين حتى العشر سنين ويراثة هنا يا قلبي قاعد يخبط قلتو يا انا كبيرة علي وكيفاش نديرو منا قاعدت نخمم نخمم قلت له سبحان الله حتى انا في عمري 29 سنة ايا قل لي وارك يا قدي وقاعد يضحاكوا منا وقاعدنا نهضرو بصح انا يدك النهار قاعدت ندمانه على هديك الكذبة قاعدت نقوله علاش يا طفلة علاش ما قلتي لاش في عمري 34 وهني تيراسك هاكا كل واحد يروح في طريق بصح انا تعلقت بيه واللي تنزيد نكذب عليه شعال من حاجة يعني ضخمتها وبعد شهرين من اللي تعارفنا ونهضرو معا بعض وقاع واللي تنشوفه بدى يجبد روحه وما رحش مهتم بالزواج ماش بدلي على خطبة ما قال لي زع ما نور ما كانش محسسني باللي غادي يجي نهار ويخطبني هنا يا واللي تقاع ما نحيلش فيه نكذب كيما نبغي نهضر كيما نبغي زع ما نفوت به الوقت وصاي حتى اللي وصلنا الخمس شهور تعارف دار لي مفاجأة والمفاجأة هذي كانت صدمة حياتي قال لي الجمعة الجاية راني يجيبه اما وخواتاتي جوي خطبه هنا فرحت بزاف بزاف وعاود تفكرت باللي هذا الانسان في عمره 29 وانا في عمري 34 قاعدت من خمام قلت انا كبيرة عليه وهو صغير علي بزاف لو كان يسمع موحا لا يقبل يخطبني وتم تم عاودت قلت على شلة من هو باغيني ونبال لها صغيرة بالك يقبل بالصح ما بغيتش نخبرها الحقيقة قلت خلي حتى يجي يخطبني ويجيب دارهم ومن بعد نحكي له كل شي إلا راه باغي يقعد معايا صحة وإلا ما راهش باغي كل واحد يروح في طريق وكيما كان الحال جاء وخطبوني وشافوني وما لاحظوش قاع فرق السن اللي بيني وبينه وكيما قلت لكم ما كانش اللي اعطاتني السن التاعي يعني شعال من واحدة تصغر بني بخمس سنين ست سنين وكنت دايما نقعد نبكي علاش يا ربي كاي اللي بينو كبار عليا ووما صغار وتزوجوا رهم بولادهم وكايين حتى اللي قاع مشي شابين وتزوجوا غي انا اللي المكتوب تاعي تأخر وهاكا كاكو كوت نحمد ربي ونستغفر المهم بعد الخطبة واللينا نهضروا معا بعد بس صح ما قدرتش نصارحه ونقول له في عمري 34 قاع غادي تسقسوني وتقولوا لي كيفا همعرف شنكوتك منا واشيرات ما كنتش نبين له حتى انك هو تاعي اي حاجة تبين السن تاعي ما نبينها لاش ديما حريصة باش ما يعرفش الحقيقة ونزيدكم حاجة هو خدام في مستغانيم يعني بعيد علي بزيب بزيف علابيها ماقدرش يعرف الحقيقة المهم كيل حقنا العام وشهرين خطبة قال لي غادي نجي نديروا الفاتحة ونحدوا موعد العرس واكيد راح يقول لي نعقده زدت قعدت ناخر له مقول له ما نيش واجدة زيد سبر عليا حتى اللي فتنا تسع شهر واخد اخرى هنا يا راح مزير عليا وقال لي لازم نعقدون تزوجه دروك الشيرات راني حاصلة ما عرفتش اللي نصارحه بالحقيقة سيرتو من دروكرة في عمري 36 سنة بالصح هو راح حاسبني في عمري 32 دروكرة اني حاصلة الشيرات بسباب الكذب تاعي وبسباب عدم الصراحه اللي بديتها معاه من الاول نتمنى معكم تنصحوني بدون تجريح وشا غادي نقولكم اي واحدة تكون عندها ناصيحة وفايدالية خلونا التحت في التعليقات غادي نشوف قاعد تعليقاتكم المهم الشيرات هذه هي حكايتها اليوم حكاية نعيمة كي قعدت نحكي معاها وحكايت لي المشكلة تاحها قد لها رواحي نقول لك كيفها قدرت تخبي مدة عامين باللي انتي كبيرة عليها بربع سنين ما نكذبش عليكم اي واحدة ما تخطرش عليها هذه الفكرة الجهنمية يعني قدرت تتقنعها سبحان الله هذه هي حكايتي بكل صراحة مز التعليق ما نقص تعليق فيها كيما شفتو الشيرات حكايتها بداتها بالكذب بالصح في النهاية ما تقدرش تكملها بالكذب الكذب حبله قصير والصراحة راحة يعني الانسان كي يبداها بالصراحة راح يكملها مرتاح ومهني نتمنى منكم الشيرات تنصحوا الاخت ناعيمة وتوجهوها لطريق الخير اما الناصيحة تاعي اللي نقولها لك وديجا قلتها لك في البريفي انك تصاحي بالحقيقة وتقولي لها أنا خبيت عليك وخفت لن خسرك هذه هي الحاجة اللي نقولها لك ما غاديش نقول لك زيديك كذبي عليه تاني عليا تدخلي في دوامة كبيرة من الكذب حاشاكم مي الصراحة راحة وما عندك حتى حل وشا غادي نقول لك ربي يكتب لك اللي فيها الخير ودروك الشيرات الحقنا لنهاية الفيديو والحكاية تاع اليوم نتمنى تكونوا سمعتوها للاخير ودروك ما بقى علي غير نقول لكم تهالله في رواحكم نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد وحكاية جديدة باي باي ترجمة نانسي قنقر